موسيقى الليلة مع نديم السيسي يفتتح طريق الكباش للتغطية على متحور اوميكرون وعندما تزعج صناديق الاقتراع صناديق الدخيرة خلال حفل مهيب افتتح طريق الكباش في مدينة الاقصر المصرية بعد ترميمه وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط اهتمام دولي كبير الطريق الاثري يضم اكتر من الف تمثال فرعوني ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الاقصر بجنوب مصر والطريق يعد ايضا مساهم استراتيجي لتطوير السياحة في مدينة الاقصر التي تعد اكبر متحف مفتوح بالعالم الحفل هو المشهدية الباهرة التانية بعد مشهدية موكب الموميوات وافتتاح متحف الحضارة طبعا حدث بالحجم ابو السوس صعب صعب ان يمر من دون نكد الاخوان ايه ده بقى والله العظيم بعد ايام من غرق اسكندرية والمحافظات غرق البلاد شبر مية غرق اسكندرية ده خلا منظرنا وحش قوي اللي انت شوفينه ده بس اقولك مش مهم المهم منظرنا قدام العالم يبقى حلو وشيك شيل عم شيل الصور الوحشة دي شيل تفرج بقى ومتع عينك وسيبك من لوادر والمية والناس الغرقانة الاحتفال بافتتاح طريق الكباش عادى طريق الكباش الاثري ومتع عينيك يا معلم استمتع احنا بيفتتح النهاردة جماعة طريق جميل بقى ايو حطيلي بقى الحاجات الحلوة بقى طريق الكباش افتتاح طريق الكباش الفرعوني اللي العالم كله هيتفرج عليه زي ما عملنا قبل كده في حفلة ايه الممياوات يفوق موكب الممياوات بعد ايام من غرق اسكندرية والمحافظات غرق البلاد طبعا طبعا مش كان الاولى معالجة الطفان بدل بطل طريق الكباش ثم من الطفانات دي حاجة ما بقيتش بتحصل بصوص في اي مكان في العالم انه حدث نادر الحصول ويندل على شايفه ويدل على تقصير الحكومة لا بد ان احنا نعترف ونقر ان الامطار والفايضانات والسيول موجودة في كل حتة في الدنيا يعني احنا لسنا بدعا في هذا الكون الفايضانات دي قدام ساعتك بتصيب مواظم البلدان ومواظم الدول بتحصل في احسن العائلات واحنا مش بننكر ابدا يعني ان جاننا فيضان واحنا بنقول يعني ان ده فاشل حكومي اطلاقا ولما انت عارف الكلام ده يا موضوع يا راصين مش تتلم وتقول كلمتين حلوين عن بلدك بتعدل كده وسمعني الكلمتين الحلوين يا شاطر ايه اللي بيحصل ده بجد الله العظيم ايه ده حلو والله العظيم على فكرة اكسم بالله انا افخر ان بلدي فيه حاجة زي كده في احتفالية ضخمة جدا ورائعة بالاكثر وينفس على فكرة موسم الرياض الجديد اكسم بالله عندنا شغلة عالية الحقيقة انه ده كان من اعظم الحاجات اللي شفتها وعلي قال لي يا عم احنا عندنا حضارة وحاجة جميلة جدا ونفخر بها كلنا كعرب وكمصريين شغل اكسم بالله زي الفل حلو الاحتفال حلو الاحتفال شفت شفت جرالك حاجة لا يعني مش صعبة مش صعبة انك تكون ضد السيسي بس يوم ما بلدك تعمل حاجة حلوة تقول انها عملت حاجة حلوة تعترف تفرح دي بلدك بقى لها 6 تلاف سنة وباقية صحيح ابو السوس انه حتى اعلام الاخوان مضطر يقود الحقيقة احيانا وصحيح انه في حدود لقدرة هذا الاعلام على استهبال الناس بس ما فيش حدود للحقت سقطت محاولة التغطية على افتتاح طريق الكباش بالطفان في الاسكندرية نسكت؟ لا طبعا ابداع في النكد امال يا عم احمد وما بيعملوا كده ليه اقولك انا اللقطة يا سادة حيتكلف مليارات في الليلة نصرف اثنين مليار جنيه عشان بس ناخد صورة والله يا جماعة اصل الحكاية هي اللقطة بس دايما لما بيحصل حاجة زي كده بخاف اول بخاف من ايه بقى؟ في حوادث سابقة اكتشفنا ان المبالغ المخصصة للشكل الكرنفالي دي جاءت على حساب تطوير حاجات تانية زي مثلا منطقة الاهرماط بخاف من ايه بقى؟ فانا خايف ان المواطن هو اللي يدفع تمن الاحتفال ده ما يكونش زي وزي غيرون من بعض المشاريع اللي بيبقى فيها اختلاص او سرقة على حساب بلدنا بيضيعوا فلوسنا باسرعونا السيسي بيمول السالفي بتاعته من جيوبنا يا ابني السالفي مين؟ يا ابني في مليونين شخص شغالين في قطاع السياحة في مصر الناس اللي بتاخد السالفي في الاقصر وغير الاقصر تساهم بحوالي 10% من الناتج القوم المصري يعني اللي حصل يدعم البنية التحتية لصناعة السياحة لصناعة تساهم بعشرة في المية من الناتج المحلي بعدين فساد مين وإيه وإزاي موضوع وزير السياحة والاثار الدكتور العناني الحقيقة انه ده كان من اعظم الحاجات اللي شفتها رجل دارس تخصصه هو خديد كلية سياحة معلوماته قيمة جدا وكأنك وانت بتسمعه محتاج تعيد قراءة عدد من المعلومات في موضوع السياحة مرة اخرى فده بقى معنا الكلام انه الرجل الصح في المكان الصح مرة تانية حتى اعلام الاخوان حتى اعلام الاخوان مضطر لقول الحقيقة في لحظة ما ما هو ما ينفعش اخوان بيتكلموا عن الفساد واخوان تانين زيهم بالظبط بيتكلموا عن الرجل المناسب في المكان المناسب اما الرجل المناسب في المكان المناسب اما فساد والسرق او سمسارة برضو حجة الفساد سقطت نسكت لأ طبعا لما انت تقول طريق الكباش احنا اللي عملناه ومعالي الوزير اللي اسمه خالد العناني ده شاب بشيك كده ووسيم وجنتين فعنيك مسيما يوطع يتكلم كلمتين بالانجليزي حلوين كده والناس تقولك الله وهم بقى حلو يا عماله احنا اللي عملناه يا جبه ما بدوق ايش؟ مشروع اصلا حسن مبارك عامل من الفين وخمسة يعني لما اضطر يعترف ان اللي حصل انجاز قالك لأ بقى لأ ده انجاز الرئيس مبارك مش الرئيس السيسي قديمة يا ريس العب غيرها يا ريس طب مدام انتو بترجعوا الورا ما تقول ان ده انجاز للفراعنة مش للسيسي ارجع ورا كتير بقى ترجع للرئيس مبارك ليه؟ ارجع عز انجازهم لتحطمس طبعا ده نكد اخواني السخيف انما نسكت لا اما نسكتش نقول استيسي عمل لا طبعا طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ العالم فروب لكن احنا في نصر عندنا مجهولين بامور اخرى طريق الكباش طب برافو والله عزيم دي فكرة كويسة نقول ان في حاجات اهم زي ايه مثلا يا طنايا طبعا حضراتكو العالم كله الان مشغول بقصة المتحور الجديد وماكرون المتحور الجديد اللي شاغل العالم كله بريطانيا الامريكا الكل دول العالم احنا الان امام خطر الذي سيرعب العالم بلجيكا وهي دولة اوروبية بتعلن عن اكتشاف اول حالة مصابة بالمتحور الجديد الحكومة البلجيكية عندها حالة واحدة مصابة بالفيروس الجديد لشخص ست يشاء القدر من اول حالة مصابة بالمتحور الجديد في بلجيكا شخص غير مطعم تبقى السيدة جاءت مسافرة من مصر عائدة من مصر او كانت في رحلة سياحية في مصر عائد من مصر قادمة من مصر اخر دولة زارتها او اخر مكان كانت فيه هي مصر ايو كده نلزق المتحور الجديد بمصر نلزق الخراب اللي جاي بمصر ودي طبعا محتاجة شغل واسبتات وادلة والضيوف وخبراء وناس فهمة وريني خبراءك يا برينس وريني كيف تساهم مصر السيسي في نشر المتحور الجديد مفيش اي تأكيد اذا كانت تدخلت المرض ده والوباء ده من الفيروس الجديد من تحور الجديد في مصر او اثناء وجودها في الترانزيت في تركيا او بعد ما وصلت بمصر ده ده انجاز تحطمش مش انجاز السيسي ابو السوسو ما فيش كلمة بتتقال تصمد اكتر من لحظات طوافان اسكندرية فيشنج الفساد فيشنج اديما يا ريس برضو فيشنج تلوقتي المتحور الجديد فيشنج مأساة الاخوان انهم بيكذبوا الكذبة ثم يكذبون انفسهم والحكاية بسيطة مصر ماشية ده ماشية وبس ده بتجري عام موسيقى اللي ما عنده احتلال يشتري احتلال باقرب فرصة يوصي على احتلال اهم استثمار سياسي هو الاحتلال ليه؟ لان الاحتلال بيعمل لك مقاومة والمقاومة بتجيب لك سلاح وقوة وين بتصرف السلاح والقوة؟ بتصرفها بالسلطة السياسية بالسلطة بالمناصب بالدولة بالوزارات اخر النماذج ونماذج هذه المعادلة العراق موضوع مهم بيستاهل كلام جد موسيقى الامين العام الكتاب سيد الشهداء ابو الاء الولائي فتح صفحته على تويتر وغرد بعمارات مختومة بتوقيع ساعة الحسن اعلن بها فتح باب التطوع بصفوف المقاومة الاسلامية استعدادا للمنازلة الكبرى وكملها بدعوة لابناء الشعب المقاوم وفصائل المقاومة لرفع مستوى الجهوزية تحضيرا للمواجهة الحاسمة والتاريخية ويا الامريكان وحدد موعدها بالساعة 12 ليلا من اخر يوم بالسنة الحالية يعني بليلة رأس السنة بعدها حدد ارقام هواتف لاستقبال اتصالات المتطوعين موسيقى 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 اللي شفتوها لا الى علاقة بالامريكان ولا بايشي اخر الى علاقة بالكلشي نقال عن احتلال ومقاومة وبطيخ بمسمر مشهديت التجنيد الى علاقة بشي واحد انه الانتخابات العراقية حصلت وانهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملية العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية بعد قبول الطعون التي قدمتها القوى الخاسرة اكدت المفوضية امتهاء العد والفرز اليدوي لمحطات نينوى المطعون بها مشيرة الى ان نتيجة العد والفرز اليدوي متطابقة مع نتائج العد والفرز الالكتروني بنسبة مئة في المئة هذا ووصلت عملية الانتخابات المبكرة الى المراحل الاخيرة والجميع يترقبوا إعلان النتائج النهائية عدو الفرز اللي تم بقرار من الهيئة القضائية بالبداية 108 محطة كان تغيير بأرقام بسيطة بثمان محطات وبذلك لا أعتقد أن المحطات الأخيرة اللي تم عدها وفرزها أنه تغير بالنتائج الشيء يعني ببساطة جماعة إيران خسروا الانتخابات بعد الإخسارة جنوا لمعالجة مخاوفهم وتهدئتهم جرى إعادة فرز يدوية للأصوات برضو بقيوا خسرانين لما نسدت السبل لشو رجعوا للسلاح تجنيد مقاومة وحكي فاضي الأخطر من هيك أنه مش بس خسروا لا بل الرابح الأساسي اللي هو التيار الصدري عم بيقول بتكون تشاركوا بالحكومة أهلا وسهلا ولكن هيدا هي شروط المشاركة صدر زعيم الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد وفق النتائج الأولية دعا في خطاب متلفز إلى حل جميع الفصائل المسلحة دفعة واحدة وتصفية الحجد الشعبي من العناصر غير المنضبطة في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي قطعوا كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق الحبيب هيبته تصفية الحجد الشعبي المجاهد من العناصر الغير منضبطة حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة هذا مش تحدي بسيط أمام ميليشيات إيران في رابح أساسي عم بيقول حل الحشد الشعبي عم بيقول قطع العلاقات بالدول الخارجية يعني ببساطة قطع العلاقات مع إيران خارج ما يسمح به الدستور وخارج شروط السيادي العراقي تخيلوا أنه جماعة إيران بالعراق مثلا خسروا الانتخابات وما عندهم حجة الاحتلال وما عندهم حجة المقاومة شو بيعملوا؟ شو بيشتغلوا؟ شو بيبيعوا ساعتها؟ شو بيحكوا؟ شو برنامجهم السياسي؟ بينما لما فيه زريعة لإسمها الاحتلال والمقاومة حول الموضوع كله من موضوع خسارة الانتخابات إلى موضوع التآمر على المقاومة شو ما كانت نتيجة الانتخابات؟ إذا ربح بيقول لك تفضل ربح تخيارات المقاومة إذا خسر بيقول لك لا يا حبيبي هاي دي مؤامرة على المقاومة لأن أولويته السلاح ومشروع السلاح الانتخابات مجرد وسيلة بيستعملها وقت اللي بتعجبوا بيكبها وقت اللي ما بتعجبوا نفس المنطق بلبنان قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن وضع الحزب على لوائح الإرهاب قد تكون له علاقة بتطورات المنطقة أو بالانتخابات النيابية المقبلة في لبنان وما يتعلق بنا في لبنان قد يكون له علاقة قطعا له علاقة بتطورات المنطقة وقد يكون له علاقة أيضا بالانتخابات النيابية المقبلة نشهد في كل يوم التدخل الأمريكي السافر في الانتخابات النيابية المقبلة لا تراهنوا على أكثرية عددية في الانتخابات كانت من حظكم أو لم تكن لا تراهنوا على قوة أجنبية تدافع عن سيادة بلدكم شوف تناقض مسؤولين كانوا عم يحكوا بحزب الله أنه حبيبي الانتخابات اللي جاية الحزب الله رح يربحها واحد عم بيقول لك ثم تمن يريد تعطيل انتخابات لأن المقاومة رح تربح نصر الله واحد عم بيقول ما تراهنوا على الانتخابات لأنه إذا ربحتوا ما فيكن تحكموا كأنه عم بلمح أنه رح يربحوا قصوموا ما فيكن تحكموا بدنا نتوافق مين اللي عم يحكي نون الجماعة هيده مين جماعة السلاح الانتخابات برجع بقول تفصيل بس يحس حاله رح يخسر دغري بيقلك مؤامرة على المقاومة مثلا نتيجة هذا الأمر الإيراني المواطن الإيراني بإيران قرر ما يشارك أصلا مدام الربح والاخسارة نتيجتهم وحدة لشو يشارك بآخر انتخابات بإيران سجلت أدنى نسبة مشاركة بتاريخ نظام الجمهورية الإسلامية شو يعني لما الناس ما تشارك يعني إيدانة شاملة للنظام وشرعية النظام الشعبية يعني طلاق بين الشعب والناس والناخبين والنظام صرنا عم نحكي إيران عم نحكي العراق عم نحكي لبنان يعني أبرز دول ما يسمى محور المقاومة طب شو الاستنتاج الصراع الفعلي هو بين صناديق الاقتراع وصناديق الذخيرة وقت اللي صناديق الاقتراع بتزعج صناديق الذخيرة يرتفع الصوت إياكم والمقاومة لذلك رح انهي من مطرح ما بلشت نيال اللي عنده احتلال أهم استثمار بالعالم هو الاحتلال وأهم سلعة سياسية هي المقاومة المقاولة بالمقاومة هيدا هي المعادلة بلبنان بالعراق وبإيران نهاية حلقتنا الليلي تصبح على خير اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة